لكن كمان خلينا نتكلم كان على التشكيلة المثالية كمان يا محمد للاتحاد للأفريكا وكان فيه عناصر من النادي الأهل ظهر يعني لعيبة مميزة من النادي الأهل ياسا وفراهيم على سبيل المثال ظهر كمان عبدالقادر ظهر كمان وعايز أقف عن أحمد عبدالقادر لأن خلينا نتكلم أنه كلنا بنتكلم عليه أنه لعيب مميز جدا وعنده أساسيات وعنده حاجة مختلفة دايما تحس أن مكورة في رجله عنده حاجة مختلفة نصحتي وأتمنى إن شاء الله يكون سمعني أنت لعيب كويس قوي لعيب مهاري بشكل كبير جدا في أول طريقك وده مهم جدا أنت لسه في أول الطريق عبدالقادر وده مهم جماعة أننا دايما لما يكون عندنا نجم صاعد بشكل كبير جدا آه إحنا لازم نقف جنبه ونسنده ولكن مش بالمبالغة لأن لسه كمان شخصيته الدولية بتتكون ملعبش دولي لازم شخصيته قدام النادي الأهلي واضح أنه عنده شخصية في الملع فإن شاء الله يعني اللعيب اللي قدامنا دوت لعيب مميز جدا عبدالقادر أنت لعيب كويس خليك دايما على التراج دايما حافظ على تركيزك دايما حافظ على أسلوب لعبك وكأنك بتلعب كل مباراة وكأنك بتلعب أول مباراة للنادي الأهلي ولو رحت المنتخب وكأنك بتلعب أول مباراة دولية وتستمر على كده لأن في بعض الأحيان في بعض الأحيان وإن شاء الله ما يكونش ده موجود في عبدالقادر في بعض الأحيان قال إن إحنا بننجم اللعيب ومنديره حقه آه ولكن ممكن توصله بشكل مختلف وبالتالي بينزل بالإحساس ده المباراة ممكن جدا يؤثر على مستوى وبالتالي يكون فيه خطر إنه يخرج من التراج عندنا لعيب مميز اسمه عبدالقادر عندنا موهبة مصرية أهلوية موجودة في الملاعب المصرية إن شاء الله يكون ليه تأثير إيجابي بإذن الله الصالح ندي وبالتالي الصالح من دخابنا إن شاء الله كابتن كلام مهم جدا لأن عبدالقادر بيقدم مستوى ومرضوط فني عالي جدا ولكن في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه كابتن هاني أهم كمان من مستوى عبدالقادر لأن كتير جدا من الجمهور وانطبعاتنا كلها شادة باللاعب اللعب بيقدم مهارات جيدة جدا بيقدم لقطات مختلفة واضح إن اللعب عنده جاي ولكن اللي بيطمن كمان يا كابتن هاني هو فكرة إن كابتن سيد عبدالحفيز قال حتة تطمني في الكلام اللي حراك قلته وهي فكرة إن عبدالقادر تحديدا قال اللعب لو وزنه زاد حاجة بسيطة جدا بيبقى زعلان لعب مهتم جدا بكل كلمة بيطلحها ودي شخصية اللعب المهمة وكمان مهم التطور الفني أنا كنت قبل كده بتكلم عن ظاهرة كريستيانو نالدو مع السير أليكس فيرجسون في البدايات كريستيانو كان لعب آه أكيد لعب مميزة عنده المهارات ولكن أرقامه ما كانتش على نفس مستوى مهاراته ثم حصل الانفجار بتاع المستوى إنه يوصل للبيك بتاعه مع السير أليكس على مدار مسيمين قدم فيهم أرقام كبيرة جدا ومعدلات مساهمة في الأهداف مختلفة تماما وكأنه لعب آخر فهنا اللحظة اللي اللعب بيتحول فيها من لعب عنده مقاومات كلنا شايفنا بالعين المجردة نقدر نقول ده لعب مهاري من اللعب اللي عنده أرقام وحضرك شوفت يا كابت ناني وحضرك طبعا يعني مهتم كمان بحتة اللعبين المحترفين لما صلاح بيتكلم في التجديد حاليا كل الصحف بتتكلم برا في ايه آخر خمسة سيزون الإسهامات بتاعته سواء بالأسستة أو الأهداف صحيح نقطة نقطة كمان مهمة جدا إنك بتتكلم لو رجعنا لصلاح كأجزامبل أو كمثال أو كقدوة لنعيبة كتيرة لازم ناخد الجزئية الجزء اللي بيشتغل الجزء الفني كلوب والشغل بتاع الملعب ده جزئية والجزئية التانية اللي لازم لعبتنا كلها هتفكر فيها إزاي أنا أطور نفسي برا الملعب أطور نفسي مش هقول لك بقى تعمل تمرينات زيادة أو لكن الحفاظ على الأكل والنوم والحاجات دي خلاص بقى الطبعية لكن كمان على مستوى التركيز على مستوى يعني أنا في جزئية عجبتني جدا كانوا عملوا إحصائية كده سريعة بيقولك أن محمد صلاح في فترات ما كان مع بازل أو حتى مع تشيلس الفترات الأولى كان بيوصل للمرمع بسرعة جدا والماكن ما كانتش بيسجل ليه ما كانتش بقى بيسجل لأن كان عنده لما بيوصل لنقطة اتخاذ القرار ودي نقطة مهمة جدا وعبد القادر من اللعبة اللي عندها موهبة اتخاذ القرار وبالتالي لازم يطور نفس الجزئية عمل صلاح كان بيوصل وهو تعبان يعني عمل مشوار طويل جدا فنفسه مش قادر مش هيطلع أفضل قرار فاشتغل على الجزئية ديت وكلنا عارفين حتى دروس اليوغا اللي كان بياخدها محمد صلاح في وقت من الأقوات كان عنده الجزئية ديت تشتغل مع كمان مدرب خاص في اللاقة البدنية أنه يطور الحتة دي أنه يوصل لنقطة صناعة القرار وهو مستريح وهو هادي وبالتالي شفنا انطلاقة محمد صلاح في إحراز الأهداف أكتر أهداف عظيمة من النقطة دي فالناس ممكن ما تكونش عارفة الجزئية دي أن الشغل داخل الملعب دي جزئية لكن كمان اللعيب كمان يشتغل على نفسه بشكل كبير ده مهم جدا كابتن فكرة أو العقل اللي هو بيكون جاهز وحاضر إنه يساعدك في أنك تاخد أفضل قرار لو استعرضنا كابتن الصورة بتاعة اللاعبين اللي موجودين من النادي الأهلي لازم نقف عند لعب آخر وده يعني محدش يقدر يجاوب أفضل من حضراتك في الحتة دي وهو ياسر إبراهيم حراك شايف إزاي يدافع أنا فاكر فترة فيلر كانت صعبة على ياسر في البداية فيلر ما كانش مقتنع أن ياسر هو رقم واحد عنده في المركز ده ياسر مع الوقت بدأ ياخد وبدأ يظهر بشكل كبير مسماني لما بنون وعيمن أشرف مع كمان التغييرات اللي بتحصل ممكن في أوقات كتير كان ياسر ممكن يبقى برة ولكن ياسر فجأة كل مرة بينزل مباراة صعبة مطشي الهلال السعودي مباراة الهلال السوداني مباراة زي الوداد قبل كده مباراة زي الزمالك مع منتخب مصر بيقدم أداء كبير جدا وحضرتك شايف إزاي اللاعب يوصل للطفرة دي والأهم إزاي يحفظ عليها هي مش مفاجأة خلينا أتكلم عنك بكل بساطة اللي حيوصل للأداء ده يبقى الراجل ده بيشتغل على نفسه كويس الراجل ده ما عندوش حتة الملل الراجل ده بيشتغل موجود أساسي موجود احتياطي جاهز في كل الأوقات اللعيب اللعيب اللي بينزل في أوقات صعبة وبيقد بشكل جيد ده أوتوماتيك تعرف أنه هو مركز خارج الملعب قبل ما يكون مركز جوه الملعب ياسر إبراهيم من العناصر اللي زي ما قلنا فترات كتيرة مع النادي الأهل ما كانش بيشارك نتيجة قود بدر بنون وكان ساعة أيمن أشرف حتى دلوقتي موجود محمد عبد المنعم لكن استمرارية تقلق ياسر إبراهيم من خلال تواجده مع منتخب مصر في ظروف صعبة جدا جدا في أوقات صعبة جدا جدا ده دليل أنه الراجل ده عايش كورا ياسر إبراهيم مع النادي الآلي بيقدم أفضل مباراته لما بينزل سواء على مستوى الأساسي أو الاحتياطي وبالتالي ياسر إبراهيم أنا في اعتقادي أنه لازم الفترة اللي جاية يمسك في الفورما يمسك في الفورما ده مهم جدا اللعب ما بيوصل للتوب لابل بتاعه تركيزه أداءه في الملعب يمسك في الفورما ديت ويركز فيها كويس قوي لأنه هيكون أكيد مكسب لنفسه لأنه كمان ياسر إن شاء الله على المستوى الدولي ماشي بشكل كويس وطبعا على المستوى المشوار الأفريقي محتاجينه ومحتاجين مجهوداته يمكن يا كابتن هاني أنا دائما نسمع فكرة اللعب يمسك في الفورما يمسك في الفورما دي جديدة ومهمة لأنه أنت الفكرة مش أنك بتمسك في الفورما لمجرد أنك متواجد لكن مستوىك هو اللي حقايا لك أنك تكمل طبعا دي كانت التشكيلة الجولة السادة والأخيرة هنا مهم كمان زي ما بنقول ياسر إبراهيم موجود فيها وحمد عبدالقادر كمان لو بصينا حلاقي مروان هدهود من مدافع الرجاء وده طبعا مدافع مميز جدا في الكرات السابتة وبيعمل الزيادة الهجومية أعتقد كمان فيه لعبين من الترجي المرشح المحتمل لأنه هو يقابلنا في نصف النهائي وكمان حرس المرمى محمد عواد لعب طبعا نادي الزمالك طبعا متواجد كمان فيه التشكيلة المثالية للكاف فيه طبعا آخر جولة فيه المجموعات دور المجموعات وبالتالي عناصر مميزة جدا على مستوى حتى على المستوى المحلي نتكلم اتنين طبعا من الآله واحد من الزمالك لا بأس يعني احنا عندك ثلاثة في التشكيلة من مصر ده لا بأس به أبدا وإن شاء الله الفترة اللي جاي كمان نشوف تقلق للعبتنا بإذن الله